هذا وأكد الرئيس سيسي أن رؤية مصر الراسخة هي العمل معنا بغرد تكريس وتقاسم الازدهار بدلا من التنافس والتناحر الذي يؤدي إلى تقاسم الفقر وعدم الاستقرار إن رؤيتنا الراسخة هي العمل معنا بغرد تكريس وتقاسم الازدهار بدلا من التنافس والتناحر الذي يؤدي إلى تقاسم الفقر وعدم الاستقرار وإدراكاً منا لخطورة هذه القضية وانطلاقاً من أهميتها الوجودية لنا فإن مصر تجدد التزامها بمذل أقصى جهودها لتسوير قليل سد النهضة على النحو الذي يحقق مصالح جميع الأطراف وتدعى المجتمع الدولي لتعظيم وتضافر الجهود من أجل تحقيق هذا الهدف العادل